في محاولة لتهديئة الأوضاع المتوترة في ناحية أبي صيدا في ديال التقت لجنة الأمن والدفاع النيابية إدارة المحافظة والقيادات الأمنية فيها مع شائر منطقة أبي صيدا التي تسببت الخروقات الأمنية فيها بمقتل عدد من أبناء المنطقة وقال حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية إن اجتماع القيادات الأمنية مع أبناء المنطقة جاء لتعزيز دور القوات الأمنية ومحاسبة من يتسبب بفقدان الأمن وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم على حد قولها ومن جهته قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي إن القيادة الأمنية والإدارة المحلية اجتمعت مع شائر المنطقة لغرض فرض الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين خططنا هي القاء القبض على عصابات الجريمة المنظمة عصابات الخطف عصابات القتل اللي قتلوا عدد من الأبرياء في هذه الناحية سيتم القاء القبض عليهم جميعا وحالتهم إلى القضاء وسيتم فرض الأمن وبالقوة على الأجهزة الأمنية أن تكون أكثر يقظة وأكثر شدة في ملاحقة هؤلاء وتحويلهم للقضاء كل المطلوبين يجب القاء القبض عليهم لا توجد حصانة لأي شخص فوق القانون للأسف الشديد هذه الخلافات الموجودة والتي سببها قسم من العصابات المجرمة التي كانت لها باع في زعزعة الأمن في منطقة أبي صيدة اليوم الجميع وكل الأطراف وكل العشائر مجمعة على أن القانون سيسود في هذه الناحية إن شاء الله